اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحكب السياسي كل المؤشرات العسكرية والميدانية بتأكد ان حسم الحرب بغزة بعيد وان الامور رايحة لمزيد من التطور والتصعيد وكان ملفت تصعيد اللهجة من الجانب الامريكي على لسان وزير الدفاع لويد أوستن ورسالة غير مباشرة الى ايران حذر فيها من ان الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك عسكريا ضد اي منظمة او بلد يسعى الى توسيع النزاع في الشرق الاوسط بين اسرائيل وحركة حماس بالموازات نقلت صحيفة داصان البريطانية عن تقارير قالت ان الصين نشرت ست سفن حربية صينية في الشرق الاوسط مع تصاعد التوترات في المنطقة كل هذه التطورات بالتزامن مع التلويح المستمر للجيش الاسرائيلي بالتوغل البر لقطاع غزة وتكثيفه للغارات والقصف المدفعي على صعيد الجبهة الجنوبية اللبنانية المناوشات عم تزداد وطيرتها يوم بعد يوم مع ارتفاع حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الاسرائيلي رح نتابع بحلقتنا اليوم كل تطورات بغزة والجنوب اللبناني مع مدير مركز التطوير للدراسات الاستراتيجية الباحث الفلسطيني هشام ديبسي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك سيد هشام بداية صباحك وصباح الجمهور الكريم يعني بداية دخلنا باليوم السبعة عشر لبدء بداية توفان الأقصى ومن بعده الحرب الاسرائيلية على الفلسطينيين بالمجمل وأيضا كمان على الجنوب اللبناني بداية استاذ يشام تقييمك للسبعة عشر يوم يلي أطعوا بداية من لحظة التوفان وشو تبعوا إذا بدنا نفوت يعني في التقييم العسكري ممكن نقول أنه المبادرة قادتها يعني حركة حماس الهجومية استغرقت أربع إلى خمس تيام لإدر الجيش الإسرائيلي بكل قوته وبنخبه العسكرية يستوعب يعني هذا الهجوم ويحاول أن يسيطر على 11 موقع عسكري وأمني استخداراته يعني هاي مواقع فيها مراكز قيادة وتحكم وفيها إرشيف لستطاع يرجع يستعيد يعني 11 موقع عسكري ويستعيد 20 مستوطنة في اللحظة الأولى أو اليوم الأول القادة الإسرائيليين وتحديدا نتنياهو قال أنه بكرة أحنا هنخلص كل هذا الهجوم لكن الوقائع ألت أنه بئوا أربع إلى خمس تيام واستخدموا وحدات النخبة واعترفوا لاحقا أنه القتال كان أشفص ما يكون وغير متوقع وأنهم خسروا 300 جندي من قوات النخبة الإسرائيلية هذه إلها مدلول مضاف على مدلول المفاجأة والهجوم اللي قامت فيه يعني سرايا القسام لنقول أنه مفهوم بالعسكرية إذا أنت باغتت يعني كسبت وهم اعتقدوا أنه الانتصار الأول بهذا الهجوم هو فقط ينتمي للمباغته لكن لما حاولوا يستعيدوا 11 موقع أو 12 موقع و20 مستوطعين لأوا فيه قتال وروح عالية للصدام وهناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي المضاد على هذه المناطق لإعادة السيطرة عليها هو الذي تسبب بمقتل العديد من الإسرائيليين العسكريين والمدنيين أيضا لأنهم كانوا ما يشبه الرهائن والدروع وهذا الأمر لا أقول هذا فقط للإشادة بالروح القتالية العالية التي عملوها المقاتلين أريد أن أقول أن النخبة الإسرائيلية عندما تقاتل وجها لوجه بعيدا عن المدفعية والطيران هي ليست نخبة هي مثلها مثل أي جيش عادي لا يمكن أن تخيف أحد ولا يمكن أن تسجل أسطورة مرة أخرى حتى لو هذا المعركة أدت إلى ما أدت إليه أصلا هذه صفة ووصف دريخة على الجيش هذا الاستنتاج الأول الاستنتاج الثاني ولازم يتوضح أن تأجيل الهجوم البري حقا مرتبط مرتبط بدراسة نتائج الأربع أيام التي استمر القتال فيها بالمستوطنات وبالمراكز العسكرية الإسرائيلية أنه إذا هم في حالة الهجوم ومحاصرين أصبحوا وبدون إمداد والنخبة الإسرائيلية لا أستطيع أن تستعيد هذه المراكز منهم وقدمت 300 جندي ضحايا فما بالك لهم بدهم يدخلوا في معركة أرضية مع قطاع غزة بكل التشكيل العسكري الدفاعي اللي عاملينه هذول خبرتين مهمين ينشافوا بعلاقتهم بميزان القوى بغض النظر عن نتيجة الميدانية لأن هذول سجلوا بميزان القوى سواء إدرت إسرائيل تسحق غزة أو لا تسحقها سجلت هذه بميزان القوى صحيح أنه إسرائيل حاولت كمان بالنفس السياقية اللي حادتك عم تحكي فيه حاولت تقتحم طول كرم اللي هي كانت عم تعملها مثل بروغا لتشوف كيف بدأت تفوتها على غزة وحتى بطول كرم اللي هي بمنطقة خارج غزة وبي يعني مش محضرة قدمة محضرة حالة غزة وما قدروا فيتو والحقيقة مخيمات الضفة الغربية هي مش مدن كبيرة يعني هي ما راحت عمدينة طول كرم راحت عالمخيم فقط مثل مخيم جنين مخيم صغير بالقياس لمدينة جنين هذا كالنوع من البروفا طبعا لا يشوفوا انه من اجل تصفية يعني موقع قتالي لا يتجاوز يعني مخيم صغير لأقل من نص كيلو متر بيصير كل هذا القتال كيف اذا بدوا يفوتوا على غزة هما اصبحوا يعني يدركوا تماما انه الفلسطيني بعد يعني كل احباط عملية السلام انه معسكر السلام الفلسطيني اصبح كله الان ميدانيا يقاتل صحيح ببشره بعناصره بكوادره يعني خلص اليوم صار مواجهة فلسطينية كل مواجهة طبعا يعني هذه العملية وفان الاقصى هناك عناصر اساسية ادت الى نجاحة منها السرية منها عنصر المباغة او المفاجأة هل هناك من عناصر اضافية نجحت هذه العملية؟ نعم في عنصر اهم من السرية والمباغة هو نجاح قيادة حركة حماس بتنفيذ يعني استراتيجية الخداع السياسي اولا كيف صارت هذه العملية؟ هي صارت اصلاحة معروفة يعني بشكل واضح لانهما يعني لما دخلوا بمفاوضات عن طريق مصر لانتاج هدنة ما بين حماس واسرائيل وهدنة طويلة الامات مقابل اشياء فظلت هذه المفاوضات مستمرة لفترة سنة تقريبا وكان وضع حماس يعني الظاهر انهما في اقصى حالات الاسترخاء وينفذوا عمليات تدريب شكلية بمعنى ما انه هذا هو الامر والمفاوضات الهدنة كمان يعني افرزت ما في داء في العقلية الاسرائيلية انه هما يعني بدهم ينفذوا هدنة بدون ما يقدموا اي شرط تستطيع حماس انه تسوقوا للمجتمع الفلسطيني بما في موضوع حل مشكلة الاسرة مثلا فلما العقل الاسرائيلي يعني اولا قام باذلال السلطة الفلسطينية واضعافها فات كمان معهم عبر المفاوضات الهدنة بكمان اذلال الحالة الممانعة الفلسطينية اللي تشكلت بين حماس والجهاد واجت لعبة يعني حماس والجهاد انه اسرائيل تستفرد بالجهاد مرتين الاسرائيلي اصبح مقتنع تماما بانه حماس لا تريد القتال وانما تريد السلطة والمال وبالتالي فعلا هذا الخدع هو اهم بكتير من العسرة المفاجأة والسرائية طبعا طيب السيزة هشام دبسي هناك سؤال يعني اليوم بحدد وجهة نظر اللي حصل كلها يعني ما فيها ننكر انه بعدنا لليوم ما عرفنا من خلف حماس بهيدا العملية يعني في تمويل في دعم من عدة اطراف يعني ممكن تكون بعض السؤال هل الموضوع حمساوي لدى حماس فقط ام هناك اطراف اقليميين او حتى دوليين خلف حماس السؤال الاساسي اللي بيخالي نعرف هذا الموضوع بالتوقيت يعني هناك من يسأل هذا التوقيت بالزيت 7 اكتوبر بهذا التوقيت نفسه مصلحة من القيام انه تقوم حماس بهذه العملية من بعد ما كنا نحن رايحين بمنطقة شر الأوسط الى سلام الى تطبيع او محادثات بين السعودية وامريكا كمان تشمل لاسرائيل يعني برأيك هذا التوقيت مين اللي فرضه الحقيقة خلينا نجاوب على القسم الأول من السؤال حول يعني موطوح حركة حماس نعم انا من الناس اللي كنت اختلف يعني بما كتبت وبما تحدثت قبل كل هاي الأحداث لأقول باستمرار يجب أن تتعاملوا مع حركة حماس باعتبارها مكون فلسطيني مش باعتبارها فصيل تابع لأنها هاي حركة بتنتمي لحركة الإخوان المسلمين وحركة الإخوان المسلمين إلها امتداداتها وقلت بالحرف حتى من منبركم هون نعم قبل الحدث هذا وبعد هذا الحدث انه حماس بتعمل استراتيجيات متنوعة مع الرياض ومع طهران ومع موسكو ومع أنقرة ومع القاهرة ففي هاي حركة كبيرة يعني هي حاولت تستنسخ بمعنى ما تكتيكات حركة فتح قبلها وخبرتها في هذا المجال وبالتالي كنت ضد اعتبار حركة حماس حركة تابعة لأي طرف بالمعنى الحصري يعني وداخل حماس فيه تيارات مثل ما داخل فتح فيه تيارات هناك من يعني على مناصرة متشددة لخط القتال وهناك من أكثر اعتدالا وهناك معتدل لا يريد حتى الاستمرار في خط القتال يعني هاي ثلاث أصناف موجودة وبتعبر عن حالها بوضوح بهذا المعنى الأمر هنا يعني أنا أنسبه لأنه حماس كانت في عقلها السياسي تريد أن تكون لاعب فلسطيني أساسي بل اللاعب الفلسطيني الأساسي صحي وتريد أن تكون لاعب إقليمي وأن تدخل بمفاوضات على مصير القضية الفلسطينية ككل يعني وهذا الأمر ما كان بمعزل عن اعترافهم بأنه منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد يعني هم في خط آخر إذا عم بخوضوا صراع مع حركة فتح ما بين يعني السياسي هاي والسياسي هاي هم كمان كانوا عم بيحاولوا يعملوا كل الهيئات اللازمة لأنه يوصلوا في الضغط لا يصبحوا في منظمة التحرير ضمن شرائيتها وعلاقاتها الدولية والعربية وبالوزن اللي هم بدهم يعني وكانت هذه نقطة خلاف دائمة بالمصالحة على أي وزن تتم المصالحة داخل منظمة التحرير بين فتح وحماس صحي وكان مكشوف هذا الأمر يعني أنا لا أتحدث بأسرار صحي بهذا المعنى نعم بهذا المعنى لا يجب إختزال حماس بأنها فصيل تابع لا لإيران ولا لمصر ولا للرياض ولا لأنقرة في لهم حساباتهم بهذا المحل يعني وحساباتهم هون لأنهم فصيل انتقل لطور أنه يكون مسؤول عن 2 مليون فلسطيني بطل هو معفى من مسؤوليته عن إدارة احتياجات الشعب الفلسطيني بغزة يعني لذلك راحة القصة يعني بمنحها لم يكن متوقع من حيث الإخراج والشكل اللي احنا شفناه وهذا اللي بقولك عنه فكرة الخداع الاستراتيجي اللي استعملوا أنور السادات مع إسرائيل صح قبل حرب تشرين وهي الرمزية بتشبه نفس الرمزية اللي هلأ يعني عم نحكي فيها 7 أكتوبر والجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية وكذا هلأ من حيث التوقيت اللي انت تفضلت فيه اللحظة الدولية كتير خطرة اللحظة الدولية فيه تفجير حربي وصل لذروته صار فيه كلام عن استخدام نووي في أوكرانيا ووصل أيضا لصدام ما بين يعني واشنطن وحلفائها وبكين وصل لأنه استعراضات عشكرية على تايوان صح ثم شاهدنا أنه فيه تعديل بمسار الحرب بأوكرانيا وفيه تعديل بمسار العلاقة مع الصين نحو التهدئة ونحو وضع العلاقة مع الصين مش على سكة الصراع على سكة التنافس والطرفين بيحتاجوا هذا والطرفين مشوا بهذا الصيني والأمريكي بهذا المجال يعني بعتقد أنه أكثر واحد إذا بدك يعني بيستفيد من وجود حرب مفتوحة إقليمية بالشرق الأوسط هو موسكو لأنها بترتاح بترتاح في حربها في أوكرانيا وبهذا المعنى أنا لمست نبر الغضب عند بوتن وهو مغادر موسكو ورايح على بكين علشان يعني المفاوضات أمل تصريح يبدو غريب يعني التصريح أمل 7 أكتوبر لا 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 هلأ بآخر زيارة بعد ما بلشت يعني انتقى الاصطراع بغزة لأنه الإسرائيلي هلأ هو عم بيضرب فينا يعني هو عم بيقصف فينا فقال أنه يبدو أن القوى الإقليمية في الشرق الأوسط متفقة على أن لا يكون هناك حرب وكأنه عم بيستنكر يعني هو هدف الحرب هو مين يقصد يعني بالقوى الإقليمية يعني مصر والسعودية بدأ مثلا تعمل حرب مثلا ما بدأ تركيا بدأ تعمل حرب مثلا ما هي تركيا كمان ما بدأ عملت مصالحات عميكة يعني هو بهالم معنى إذا اختزلتم ما هي القوى الإقليمية أربعة مصر والسعودية وتركيا وإيران فلن يبدو يعمل حرب يا إيران وإسرائيل يا إسرائيل لحالة يا إيران لحالة طب ليه ليه طلع بوتن يعني هو منه يعني مش عم بيحكي كلام صح كلامه مسؤول وفرسيل من ورقه وبصيغة استنكارية هو مش بصيغة يعني لو قال أنه من الحسن أنه القوى الإقليمية لا تذهب لحرب كانت مفهمت إيجابيا كانت مفهمت إيجابيا تفصيل يعني إحنا غير مسؤولين عنه ولا نستطيع الإيجابة عليه يعني يعني هنا عم نحكي في إطور أو في أسلوب التحليل والاستنتاج أكثر ما في أسلوب اللي فيه معلومات يعني لأن أنا وصلني على تليفوني أربع خمس تقارير معلوماتية ما إلى مصدر موثوق بتحطك قدام صورة غرائبية وعجائبية يعني صح أنه كيف تم التحضير لهذا تصار فيه أربع خمس روايات تحميل صح صح بس كمان إحدى الروايات كمان أنه اللي بسمعناها من أول أو تاني يوم من بعد طوفان كان دخول روسية على الخط ودعم حماس ومشاركتها بالتعطيل على الصعيد التكنولوجي فيه كلام كتير قيل يعني أنا أسمعنا ما أرجعنا أسمعنا أي شيء عن هذا الموضوع وحتى اليوم منفت جدا تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا خيوط أو لا إشارات أو دليل على تورط إيران بالتوفان الأقصى أنا قرأت هذا التصريح بطريقة يعني تنتمي ل مركز مركز العمليات السياسية التي تحكم العلاقة بين واشنطن وطهران البيت الأبيض أيام أوباما طرح خطة العمل الشامل المشتركة وكانت هذه الخطة هي اللي أنتجت الاتفاق النووي وترامب انسحب من الموضوع وبإدارة بايدن عادوا تعديل هذه الخطة وهذه الخطة هي يعني بتشبه الباسورد لتفك شو طبيعة العلاقة بين الضرافين إيران فيها قوة إقليمية متمردة تريد حصة من خلال إثبات قدرات يعني عسكرية داخل إيران وخارج إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن وبنفس الوقت الأمريكي يقول أنا لا أريد إسقاط النظام الإيراني أنا أريد احتواء النظام الإيراني وإعادة دمجه في منظومة العمل الإقليمي الأمريكي اللي يعني بتمتد من تونس لأفغانستان اللي بيسموه يعني الشرق الأوسط الكبير يعني أو بهذا المعنى يعني أعتقد أنه الإدارة الأمريكية من اللحظة الأولى إذا قالت إيران بتتدخل يعني بدأت تفوت بحرب فمن اللحظة الأولى قالت ما في شي بيثبت تدخل إيران إلى أم وبنفس اللحظة طلع يعني تصريح المرشد ليقول كمان أنه لأ إحنا ما متدخلين عملياتيا إحنا دعمنا ومنحازين وما زلنا منحازين ومندعم لكن العمليات كانت لحماس يعني هذا التناغم بيقول يعني نتيجته المشتركة اترجمت لاحقا بالأمم المتحدة لما صار الخلاف ولازم نحن نعرف أنه الوفد الإيراني بالأمم المتحدة هو الوفد الدبلوماسي الوحيد على الأرض الأمريكية يعني إنه مهمتين بالأمم المتحدة وبالتعاطي مع الإدارة الأمريكية كمان طلع الوفد الإيراني بالأمم المتحدة كلام التصريح بأنه القوات المسلحة الإيرانية لن تشتبك مع إسرائيل ما لم إسرائيل تشتبك وتهاجمها السيد هشام أقليميا وعربيا يعني بداية كيفي كمة مفترضة تصير بالأردن هل أخطأ الرئيس محمود عباس بعدم المشيرة كفية يليستدبعت كمان انسحاب الرئيس الأمريكي وفرقت هذه الكمة بداية موضوع القاهرة وقمة السلام يلي حصلت وأفشلت كما يقال السعودية أين الدول العربية أين موضوع غزة موضوع ترحيل الفلسطينيين كل هيدا الموضوع كله من دون ما ننسى كمان شو وضع الفلسطينيين بين بعض هل مازال هناك انقسام بين حماس وفتح خاصة من بعد تصريح الرئيس محمود عباس بأنه الفلسطينيين غير مسؤولين عن أعمال حماس والتراج وعنه كيف اليوم بتشوف المشهد الحقيقة لما الهجوم العسكري الإسرائيلي بالجو وعبر المدرعات الأرضية يقصفوا يعني 2 مليون و200 ألف فلسطيني بغزة وكذلك أعادوا احتلال كل أرض الضفة الغربية وحاصروا المدن وقطعوا أوصال المدن ومثل ما عملوا أيام ما حاصروا الرئيس أبو عمار قبل ما يقتلوا الإسرائيليين الحقيقة بمطلبهم كان بدهم شيء يشبه الإبادة النهائية الحل النهائي أنه الفلسطينيين يترحلوا من غزة للصحراء سيناء ويترحلوا من الضفة للأردن ويصير يعني هذا المشروع كان سابعا لا مش سابعا ومازال ومازال نتنياهو ومن على يمين نتنياهو متمسك في هذا المشروع لكن الموقف الأمريكي لا يناسب يعني إطلاق يعني يد الجيش الإسرائيلي إلى هذا الحد اللي ممكن يعمل تخريب كامل لعلاقاته بالشرق الأوسط فالمواجهة اللي صارت يعني هو هو حريص على علاءات الأمريكية ولا على خشية على الإسرائيليين من أنه يفوتوا بأتون حرب ما يقدر يطلعهم هو عم بقول كلمتان يعني هو عم بقول أنا أحرص على إسرائيل من قادتها المتطرفين وهو عم بقول أنا مصالحي بالشرق الأوسط تقتضي في خطوط محددة إذا تم اختراقها بالضر بالمصالح الأمريكية بالمطقة يفوتوا رد الفعل هذا الضبط الأمريكي لزمه الكثير من الأساليب المتنوعة في هذا والذي قدر الحقيقة يضرب على الطاولة الموقف المصري الحقيقة كسر الموقف الإسرائيلي وسكر عليه قضية التهجير وكمان الموقف الأردني نفس الشي تبعى الموقف المصري وفضلا عن الموقف الأردني والمصري الرياض كانت يعني في موقع قادر على حشد عبر يعني مؤتمر التعاون الإسلامي والآسيان والبيانات التي طلعت عن التعاون الخليجي أنه في حشد خليجي عربي إسلامي آسيوي حشد كبير عملة الرياض ووصل لتحدي الموقف الأمريكي تحدي علني وهذا ترجم بكتير مظاهر ما بدنا نفوت بتفاصيل فإذن نحن لدينا مثلث عربي قادر أنه يحمل السلطة الفلسطينية التي تتبنى موقف وتقدر تحط اعتراض أساسي ما موقف هذه السلطة اليوم الموقف الداخل الفلسطيني مشتت يعني نعم الداخل الفلسطيني في مشاكل كبيرة نتيجة ما حصل خلال قبل هذه الحرب وبعد هذه الحرب لكن الشيء الرئيسي أنه السلطة الفلسطينية اللي كانت مستفردة إلى سنوات طويلة على إقاع الضربات الإسرائيلية ووصلت إلى إنهاك شامل الآن أصبحت بوطأ أكتر يعني احتضانا ضمن المشروع العربي للسلام وباعتبارها هي السلطة اللي حامل المشروع الوطني الفلسطيني يعني عم بتم تعويم طبعا لأن لا يوجد حل بعيد عن المشروع الوطني الفلسطيني ليش بس اليوم المشروع الوطني الفلسطيني اللي عم بحكي عن الشرعية عم تسعى نحو السلام دايما والقدم والأحاديث يلي ما بتنفع يعني اليوم بينت حماس من خلال الضربة اللي عملتها جمعت كل العالم اليوم حول فلسطين رغم كل الدمار والقتل والإجرام اللي عم بيصير حتى معشكر السلام الفلسطيني في هاي المرحلة دخل في المعرك يعني نجح خلف حركة حماس لكن لكن هناك قضايا أكبر من الميدان الميدان ليس كل شيء هو فجر المعضنة كل على بعضها وظهر شو طبيعة القوى اللي رفعت راية السلام بالمنطقة وشو عملوا الإسرائيليين في هذا وشو عملت الإدارات الأمريكية في هذا المهم هنا الآن السلطة بالطالب بدولة وبوقف إطلاق نار وحماية للفلسطينيين وإنهاء الصراع على قاعدة حل الدولتين ومبادرة السلام العربية مبارح اللي كانت رفضتون حركة حماس مبارح أنا عم بستمع لأخو أسامة حمدان نعم قال إحنا بدنا دولة فلسطينية ما فيها أي جندي هاي الإضافة مرتبطة بالحداث هاي الإضافة وبدنا وقف إطلاق نار وبدنا حماية دولية وبدنا نعيش بسلام يعني نفس خطاب يعني السلطة يعني حصيلة حصيلة الجهد النضالي للفلسطينيين بمعسكر السلام وبمعسكر الممانعة الفلسطيني وصلت لنقطة واحدة هاي دي النقطة المشتركة طبعا المطالب من المطالب حماس والسلطة نفس المطالب من من سيخوض المفاوضات مع الشرعية الدولية والعربية ومع إسرائيل حماس تقول منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب بس بضعية بقلب منظمة هاي دي بصفي قضية داخلية يعني هون بس اليوم الأحداث اللي عم بتصير رح يدخ يعني رح تقدر اليوم فتح ضل ميشي من دون حماس أبدا لا وما بيصير هلأ اللحظة هاي اللحظة اللي المصالحة بتصير بفوران الدم الفلسطيني وليكون فيه وفاء لكل هذا الدم المهدور طالما أنه فيه معركة الشعب الفلسطيني كله ورا حماس وحماس بتقول منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد إذن عليكم إنتاج موقف فلسطيني داخلي موحد لكي تذهبوا لترجمة هذا الدم الفلسطيني المهدور بأهدافه من أين لا يبدأ من الداخل ولا من الخارج لا أستطيع التحدث بتفصيل أنا أصلا خارج كل الهيئات الرسمية بمعلوماتك بمواكبتك لكن أعتقد أنه فيه يعني حوار يومي واتصال يومي أعتقد ذلك وقاله تعبيراته واضحة تعبيراته وبالتالي فيه الوضع الفلسطيني أصبح محمول على وضع عربي كتير ممتاز بهذه اللحظة خاصة إذا تطورت حركة الاستنكار للهجوم الإسرائيلي علينا في أوروبا وفي أمريكا كمان بالداخل الإسرائيلي لازم نقارن شوي بين المواقف الفلسطينية والمواقف الإسرائيلية أيضا بالداخل الإسرائيلي هناك انقسام رغم الحكومية اللي جامع الجميع فيها ولكن لابيد أيضا هو مع عدم ترحيل الفلسطينيين من غزة هو مع وضع غزة تحت سلطة الشرعية إذا بدك هو يقول مقالة أمريكا الحقيقة هذا مش مواقف إسرائيلية هو أقرب إلى أمريكا يعني لما لما الإدارة الأمريكية بتقول بلسان وزير خارجيتها أنه موضوع الترحيل هذا القصري ما بيمشي شو بدي يقول هو لا بيمشي طب هيدا ما بتشوفه تقاطع يعني تقاطع بهذا الوقت ببتك بصراحة نعم ببتك بصراحة المجتمع الإسرائيلي برمته الآن في مستوى من التطرف والجنون والعنجاهية لم يصل إليها في حياته ولولا الضبط الأمريكي لإدارة المعركة العسكرية والسياسية كنا قدام حالة انفلات برد الفعل الإسرائيلي كان الدم سيطوف على كل الشرق الأوسط يعني اليوم اللي ضابط هل بدك كلام واقعي ولا بدنا نحكي يعني عكس ما بنسمع أنه اليوم التطرف خسر بإسرائيل من بعض الضربة ضبط مش خسر ضبط الأمريكي بإدارته وإمساكه بزمام الأمور العسكرية والسياسية ضبط وما زال هذا التطرف يتحدى ويحاول التفلت والتصريحات اللي بيقولوها ضد حزب الله هو شكل من أشكال التفلت على الصقف الأمريكي المعلن ما الأمريكي قال شو بده بهذا الموضوع أنه ما بده حرب لا بده حزب الله يهاجم ولا بده الإسرائيل يهاجم بده ينهي الموضوع ويحصر المسألة خلص في العسكرية في قطاع غزة وبعدين منشوف شو بدنا نعمل في السياسة ضمن التوازنات الجديدة اللي قلبت كل الشرق الأوسط لذلك الرهان على يعني يطلع شيء من داخل المجتمع الإسرائيلي يعني أصوات السلام كتير محدودة كتير وقدراتها كتير محدودة أخطأ هون ساعتها الكيادات من الرئيس محمود عباس إلى القيادات العربية بعدم اجتماعهم برئيس بايدن بالعكس أنا تقديري هذا الموقف كان رد فعل على الموقف الأمريكي المتسامح مع إسرائيل واللي بيغطيها تغطية كاملة خاصة من بعد خاصة المستشفى الميوني مع مديني طبعا في شيء الأمريكي راح يعني هي هو المشهد إذا بدك تشوفه بطريقة كاريكاتيرية إنه الإسرائيلي ولد مدلل أكل صدمة وأصاب بصرع أمه وأبوه عم بيحضنوه لحتى يخلصوه من الصدمة ويقعدوه ويرجعوه رقم كل شيء عم يعملو ما عم بيطلعوا شو عم يعملوه عم بيبرروا لكل شيء ليستوعبوا كل هاي الصدمة ويرجعوا يضبطوا هذا هو نمط العلاقة الداخلية الأمريكية الإسرائيلية يعني كل هيدا الجو التهدئة الأمريكية يقابلوا كمان جو تهدئة إلى حد ما إيراني والدول العربية لا تريد أيضا حرب ولكن بالمقابل إسرائيل كما سبق وكنت عم تفضل ضبطتها أمريكا من عدم جر المنطقة في التيش إن صح التعبير اللي ممكن تجر المنطقة اليوم هو موضوع الدخول البري إلى غزة هيدا الموضوع يعني سننا عم نشهد سننا باليوم السبتعاش كل يوم بيطلع مسؤول إسرائيلي بيتوعد دخول غزة ولكن سننا باليوم السبتعاش وبعد ما دخلوا إلى غزة هل سيدخل الجيش الإسرائيلي إلى غزة؟ الحقيقة الإجابة هي في السياسة التي تتبعها واشنطن في هذا المجال إذا كان الأمر متروك للسياسة الإسرائيلية فهم يريدون تدمير كل مباني غزة والترحيل لكن هم بتدمير غزة ومبانيها ومنشآتها بدهم يعملوها كلها خيام يعني يحضوا مليونين ونصف فلسطيني بالخيام مرة أخرى لإذا ما قدروا يرحلوهم لكن السؤال السياسي اللي بحضت لك سقف المعركة هل الأمريكي يريد انهاء كامل لحركة حماس بحيث أنه يتطلب الأمر كل هذا الدمار للقطاع لأن ما بيقدر قال صراحة عسكريا وسياسيا هو قال بس ما بيقدر وهو يعرف ما بيقدر فضلا عن هذا أريد أن أقول أن حركة حماس وراءها قيادة الدولية الإخوان المسلمين اللي على علاقة مع واشنطن وعندهم لبيل في واشنطن لازم يكون الأمريكي ضابط إقاع محدد بالميدان يفضي إلى إمكانية إطلاق مسار سياسي وإلا بيكون هو عم بيخرب الشرق الأوسط وبيتفشن الفوضى فإذا كان يعني بايدن والإدارة الحالية عم بتقول إحنا مع خيار الدولتين وبالتالي بدنا نعمل مسار جديد في هذا الاتجاه فهذا حتى لو حماس خسرت كل مقاتليها حتى لو خسرتهم بالمعركة لكن جمهور حماس باقي وفكر حماس باقي وهي قطب يوازي القطب الفلسطيني صحيح حالة شعبية فبالآخر الحل بدنا يكون معها وحتكون جزء رئيسي في الحل بهالمعنى أعتقد أنه أي حسبة سياسية هي اللي وراء تأجيل مستمر لفكرة عمليات الدخول اللي مترافقة بأنه هم فعلا وإحنا بدأنا بالحلقة أنه هم عشان يستعيدوا 11 موقع عسكري و20 مستوطنة ودفعوا 300 واحد نخبة طب كيف إذا بدون يأخذوا كل يقاتلوا كل الليلة وقلق حماس ما عم بتقاتل لوحدة بيخازها العسكري 250 ألف احتياط وهن أصلا عندهم بحدود 300 وكمان حماس مش لوحدة كل الفلسطينيين من كل الأطياف تحت قيادتها العسكرية الآن في غزة فبهذا المعنى لا هم عم يعيدوا حساباتهم وإذا أي موقف سياسي ناضج يريد الوصول لتوازنات حقيقية ترضي الفلسطيني وما تتجاوزوا مثل ما حاولوا يتجاوزونا ويدعسوا علينا رغم كل اللي قدمنا بالعملية السياسية بيبقى فيه خلل بالبيت الأبيض بصراحة طيب يعني السؤال الأخير بهذا الموضوع ممكن اليوم يلي حاول يستعمل هيدا السحر ليفجر المنطقة ينقلب السحر على السحر وتروح المنطقة إلى سلام نهائي اليوم؟ ممكن ليش لا هذه إرادة دول وإرادة قوى عظمى وإرادة إسرائيل كانت رافضة اليوم برأيك بالوضع اللي هي فيه أصبح محطم عليك أنا أنا الناس اللي مقتنعيا رغم كل الدمال الأمريكي لأسرائيل إسرائيل بالآخر بدا تنضبط لما يكون القرار الأمريكي العميق صارم بدا تنضبط سنتقل مع حضرتك لداخل اللبناني اليوم والفصائل الفلسطينية أو الحركة الفلسطينية الموجودة اليوم بداية هناك صواريخ عن تنطلق من الجنوب اللبناني نحو إسرائيل حضرتك بتلاقي هيدا طوريت للبنان؟ الحقيقة هون فيه إشكالية من طراز مختلف يعني في لبنان الإشكالية أولا يعني بتروح بوجهتها الأولى نحو وزن القضية الفلسطينية داخل لبنان نعم وبوجهتها الثانية السياسات التي ينتهجها حزب الله باعتباره هو يعني قائد محور الممانعة خارج فلسطين نعم بهذا المعنى في حسبة فلسطينية بمحل وفي حسبة يعني المحور المحور في محل آخر لو جينا احنا اعتمدنا النموذج الافتراضي الأول أنه الفلسطينيين حماس والجهاد بيغلوا أوامرهم من طهران فبكون هذا الكلام يعني بيروح بلبنان وبتم كرشمته من ضمن ضمن هذا المحور نعم بينما لما احنا منشوف بنتائج المعركة عم بيصير تحولات عند القوة الرئيسية حماس اللي اطلقت يعني هاي الموجة شرارة هي مش شرارة موجة كانت حقيقة يعني اطلقت هاي الموجة العسكرية السياسية فاحنا هون صرنا يعني في حسبتين متبينتين وهذا ما يفسر إذا بدك ليش بيطلع من مسؤولين حركة حماس احيانا تذمرات من انه ما صار كما يجب احيانا مطالب انه يلا ليش ما عملتو احيانا بيطلع يعني كلام اكثر قسوة من هيك انه في حدا عم بيخدعنا مثلا او تخلى عنا فبتشوف انت يعني بدون ما تنسب هاي يعني مثلا ابو مرزوق قال تصريح مبين يعني بالفيديو خالد مشعل حكى بالفيديو صحيح في اخرين حكوا بطريقة اخرى انه مصادر سربت لمصادر وبعرف ايه بطلع بالصحافة يعني بشكل يومي بهالمعنى يعني ثمت حسبة هي هاي بترجعنا مرة اخرى لكيف اهنا الفلسطينيين منفهم حركة حماس وكيف اللبنانيين بيفهموها بطريقة يعني ما بدين بكل لحظات لحظاتها على دقة الحالة الفلسطينية لان الحالة الفلسطينية حالة مشتبكة وحالة متداخلة صحيح بصير في شي مش مزبوط يعني بهالمحل جوابتني علي بطريقة بطريقتك سؤال اخير شفنا مظاهرة لان انا عملت نداء باسم الشخصي لا 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 واضح ايه بعدم طورية لبناني طلبت من قيادة حركة حماس انه ما تعمل اي عمل هسكري من لبنان صحيح صحيح وانا هذا الكلام بحكيه معهم مباشرة صحيح انا بس بدي اساك سؤال اخيرا بل ما نختم لانا دهنا الوقت الاحتجاجات اللي حصلت بالمناطق الابنانية من قبل الفلسطينيين وتحديدا ما حصل بعوكر من خلف هذه التحركات بهذه الاشكال يعني انا اعترض على صيغة السؤال لان الاحتجاجات من قبل الفلسطينيين المظاهرات اللي نزلت خلطة كبيرة من تيارات متعددة فيها فلسطينيين بس ما في ولا تنظيم فلسطيني قال انا دعيت لهذه المظاهرة انا مسؤول عن هذه المظاهرة فضلا عن انه ما جرى سواء كان فلسطيني ولا غير فلسطيني النضال السلمي نضال سلمي التعدي على القانون تعدي على القانون يجب ان يتم محاسب عليه هذا ليس نضال سلمي اذا انا رايح على سفارة امريكا اذا انا رايح على السفارة الامريكية وانا عم بضرب محل لمواطنين هذا مش نضال سلمي بسير مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية الباحثة الفلسطيني هشان دبسي شكرا لك اهلا وسهلا بك مشاهدينا ومستمعينا اهلا وسهلا مشاهدينا ومستمعينا شكرا ايضا لكم على حسن المتابع شكرا لكم اشتركوا في القناة